شهدت المنطقة الزرقاء بشرم الشيخ مظاهرة حاشدة لعدد من نشطاء البيئة والخبراء والشباب والمجتمع المدني والسكان الأصليين ممن تضرروا من التغيرات المناخية في مختلف أنحاء العالم المزيد يرصده لنا مراسد تلفزيون مصري كريم فيبرز كوب 27 وهنا في مدينة شرم الشيخ وتحديدا في المنطقة الزرقاء لا تتوقف هذه الاهتفات التي نسمعها الآن على يميني للمطالبة بالعدالة المناخية ربما يعني هذا المؤتمر يعتمد في الأساس على ورش عمل رئيسية للخروج بقرارات والخروج بخطة مستقبلية اللي يتم تنفذها على أرض الواقع ولكن أيضا جزء أهم هي هذه المظاهرات هذه المظاهرات للسكان الأصلين ربما أيضا الملابس من أمامنا تظهر أن لكل شكل من هذه الأشكال طريقة معيشة معينة وبلد معين يعبر عن رأيه وكيف تأثروا بيئة تغيرات المناخية يعني هذه المسيرة للتعامل مع التغيرات المناخية وأيضا يطالبون الكثير منهم يطالب بفكرة التعويض الخاص بيئة تغيرات المناخية وكيف على الدول الصناعية الكبيرة أن تعود الدول النامية والسكان الأصليين أيضا عن الخسائر التي حدثت لهم من التغيرات المناخية إما بسبب الجفاف أو حتى بسبب ربما المجاعات أو بسبب من فقدوا بيوته وهو من يتحركون الآن داخل المنطقة الزرقاء هناك العديد من الجنسيات من جميع جنسيات العالم متواجدين هنا في مدينة شرم الشيخ يتحدثون عن العدالة المناخية وهو الجزء الأهم هو هنا في مدينة شرم الشيخ في محاولة للضغط على صناع القرار للوصول لقرارات من الممكن تطبيقها بالفعل على أرض الواقع ربما الكاميرا الآن سترصد الأعداد الكبيرة لهذه المسيرة هي ليست المسيرة الوحيدة على مدار أيام كاب 27 ولكن ربما هي الأكبر حتى الآن نرى جميع الجنسيات هناك أيضا السكان الأصليين السكان الأصليين في بعض الجزر وبعض البلاد الذين يعني ربما أكثر منعانوا بسبب التغيرات المناخية جميع الألوان هنا هي ربما يعني اليافطات Climate Justice Now أو العدالة المناخية الآن ويقولون نريدها الآن When do we need it نريدها الآن هذه ربما يعني نظرة هامة أيضا عن جزء هام من الفعاليات الخاصة بكاب 27 من مدينة تشارمشير